أحسن الله إليكم صاحبا حبيلا يقول لقد ظهر في الآونة الأخيرة من يفتي بجواز العمل في البنوك الرضوية بحجة أن المعاملات ليست كلها محرمة وأيضا لقلة الوظائف وكثرة العاطيم عن العمل هل من كلمة حول هذه القضية المهمة؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لعن الله آكلة وموكلة وشاهدين وكاتبا فإذا عملت البنوك فقد أعانهم على أكل الربا إما بالكتابة أو بالشراسة أو بالعمل الوظيفي هذا تعاون معه ولو لم يأكل الربا وإلا ما يأخذ راسك لكنه عن أكلة الربا فهو ملعون ملعون معه أما من يفتي بهذا يقول هذا غلط الحديث لعن آكلة بربا وموكلة هو شاهدين وكاتب لعن الشاهدين والكاتب لأنهم أعانوا على أكل الربا فالموظف في البنك معين لأهل البنك على أكل الربا نعم كفت ولو كان بواس يحرص وهم عين الله